أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد طبعا في هذه المحاضرة رح نتعلم كيفية معالجة وتصميم صور المنتجات وعلى سبيل المثال صور هذا المنتج وهذه الحقيبة تابعونا طبعا نوصيكم بالاشتراك بالقناة وضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس وأيضا طبعا كتابة تعليق للاشتراك بالسحبة الخاصة بالكورسات الاحترافية المدفوعة طبعا رح نمنحها لكم بشكل مجاني هدية من منصة عالم بها الاحترافي أهلا بكم من جديد طبعا رح نصمم هذه الحقيبة ورح نضيفها إلى background منصة احترافية قبل كل شي لا بد أن نفرغ الخلفية الخاصة بهذه الحقيبة فنذهب إلى جوجل ونكتب تفريغ الخلفيات أو تفريغ الصور بالذكاء الاصطناعي نختار أي واحد من هذه المواقع مثلا هذا الموقع نجرب هذا الموقع ونشوف ممكن هذا واحد من المواقع ممكن نجرب هذا الموقع والموقع الأول نفتحه هذا الموقع طبعا ممتاز عن مجربة نختار تحميل الصور طبعا رح اختار صور الحقيبة وانتظر حتى يتم تفريغ الخلفية بالذكاء الاصطناعي واضغط على تحميل ممتاز الآن رح اذهب إلى برنامج وورد ورح اغير الحجم إلى حجم مربع من خلال تخطيط وطبعا الحجم احجام الورق الإضافية طبعا 21 سنتيم ممكن رح اخلي 20 والارتفاع أيضا 20 إذا كان بالإنج ممكن يكون 10 إنج في 10 إنج موافقة جيد الآن رح اضيف الصورة الخاصة أو الباقراند الخاص بالمنتج من خلال إدراج صورة طيب طبعا هذه هي الصورة ورح اضغط عليها كليك أيمن التفاع في الناس ومن ثم ممكن يكون خلف الناس طبعا رح اكبر الباقراند بحيث يملأ الملف بهذا الشكل الآن من قائمة إدراج صورة ورح اضيف الحقيبة اللي تم تفريغها طبعا جيد الآن رح اضغط عليها كليك أيمن التفاع في الناس أمام الناس وطبعا ممكن أصغر الحقيبة وخليها بهذه المنطقة جيد الآن رح اضيف الظل من خلال إدراج صور طبعا هذا الظل اللي رح يكون بالتصميم جيد الآن طبعا بشكل مباشر من تنسيق التفاع في النص أمام النص ممكن يكون أمام النص وطبعا رح اكبس الظل خليه بهذه المنطقة ورح اضغط كليك على الحقيبة ومن ثم كليك أيمن وأختار إحضار إلى المقدمة بحيث الظل يكون إلى الأمام بهذه الطريقة طبعا ممكن صورة الظل رح أخليها بهذه المنطقة وأخلي الحقيبة بهذا المكان وطبعا ممكن بهذا الشكل يكون الظل الآن من قائمة إدراج الصور رح أضيف هذه الزخرفة أو الفيكتور تسمى فيكتور من تنسيق التفاع في النص أمام النص ورح أخليها مثلا بهذه المنطقة طبعا ممكن نكبرها بهذا الشكل جيد الآن طبعا ممكن أنه تنزل إلى الأسفل وطبعا نضغط على الحقيبة أيضا مرة أخرى إحضار إلى المقدمة جيد الآن من قائمة إدراج مربع نص رسم مربع نص ورح نكتب مثلا بهذه المنطقة حقائب طبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ورح نغير الفونت نختار مثلا هذا الفونت ونختار مثلا حجم مثلا هذا الحجم وليكون رح يكون باللون الأبيض أو الأصفر لابس الخيار أنه من قائمة تنسيق تأثيرات النص ممكن طبعا نضيف ظل للنص مثلا ممكن هذا الظل ممتاز ممكن طبعا نكبر الحجم 26 صير 30 نكبر مربع النص بهذه الطريقة ممكن نختار لون أغمق مثلا اللون البرتقالي أو ممكن يبقى نفس اللون كما هو جيد طبعا رح نستنسخ النص من خلال كونترول نضغط على كونترول ونسحب ورح أكتب مثلا كريستالة حقائب كريستالة طبعا رح أكبر حجم النص طبعا كلش كبير صار ممكن يصغر ممكن يصير 55 ممتاز بهذه المنطقة وحتى ممكن يكون 60 لا بس وطبعا اللون يكون أبيض بهذه الطريقة ممكن أنه نميل النص قليلا هذه الطريقة طبعا ممكن أقل شوي أو لا بس طريقة الإيمالة لطيفة مثل ما لاحظ أصبح عندنا التصميم بهذه الطريقة طبعا طبعا بهذه الطريقة كان بهذا الشكل كان وبهذه الطريقة أصبح مثل ما لاحظ التصميم احترافي جدا وبسيط بنفس الوقت بهذه الطريقة نقدر نعالج جميع المنتجات ونصممها بهذا الشكل طبعا جميع هذه المرفقات رح يتم رفاقها مع هذه المحاضرة ترجمة نانسي قنقر